مرحبا بكم مع أعزائي مشاهدي قناة الديار الفضائية الأكارم لقائي يتجدد بحضراتكم عبر هذا البرنامج في موعده الثابت على طريق نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية في مجتمعنا الكريم هذه الحلقة الثانية والعشرين اللي يكون موضوعنا بها قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل اللي تناورنا من أحكامه أربعة من أدلة الإثبات الثمانية اللي تكلمنا عن أهميتها وأوضحناها واليوم رح نبدأ بالدليل الخامس هو القرائن القرائية والقانونية ونكمل في مواد القانون الأخرى قبل ذلك سيكون لنا جولة في موضوع له أهمية جدا كبيرة ومنذ أكثر من أو ما يقارب 30 سنة كان المفروض بالمشرع أن يلتفت لأهمية هذا الموضوع لأنه يعني بقى الوضع على ما هو عليه سنشير إليه يعني علنا نجد يعني صدى لمثل هذا المقترح الكلام رح يكون موجه للسلطة التشريعية الموقرة نأمل أن يكون يعني ذا أهمية أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج في الثقافة القانونية معكم المحامي لؤي شوقي السعدي أنتقل إلى الموضوع مباشرة أحنا ذكرنا أنه يعني توقفنا في قانون للإثبات عند الدليل الثالث واللي هو تناول الفصل الخامس من هذا القانون من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل واللي قلنا هذا قانون الإثبات يعني على مود فقط ننطي فكرة بسيطة عنه هو يعني يتكلم بالتحديد يعني فهمنا ما هي الأدلة المطلوبة منها ونحن نقف أمام القضاء بعد كنا مدعين مدعاء عليه حتى في الجزاء في الأحوال الشخصية أحكام هذا القانون هي ذاتها هذا القانون مثل قانون المرافعات يعني يصلح لكل الاختصاص النوعي لشتى درجات الاختصاص النوعي وهو يتكلم عن الإثبات والدعوة هي إثبات هي الدعوة حقيقة الأمر بها الدعاء يفترض أن يثبت ودفع يفترض أن يثبت فبالتالي من هذا يعني يكتسب قانون الإثبات أهمية الناس يعني عموما يعني حتى طلاب القانون يجهلون أهمية هذا القانون مع أنه هو أبسط يعني أبسط القواعد القانونية حقيقة إلا أنها هامة جدا ويفترض العلم بها هي مادة عمل القاضي مادة عمل المحامي يعني في نفس الوقت وهم الناس المختصين بالقانون والقضاء فكيف بالنسبة يعني لغيرهم لذلك يعني أنا أكرر أنه هذا الموضوع له أهمية وحتى بعض الآن دعيت خلال تناول الأدلة الأربع المشرع إلى أن يلتفت إلى أنه إحنا بحاجة يعني إلى تعديلات إلى إضافات وخاصة الحاجة الملحة والقائمة جدا اللي جاءت من خلال التطور العلمي والتكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها اللي دخلتنا والأتصال الألكتروني وما إلى ذلك اللي أصبح فعلا به العالم وكأنه مريد نقول قرية دولة واحدة فلذلك يفترض أنه الإثبات أيضا يتعدل قانون الإثبات تبعا للظروف الجديدة لتطور المجتمع لدخول سلع ما كانت موجودة يعني إثباتها يفترض أن يكون بوسائل علمية هي أولا يفترض أن تدخل في قانون أصول المحاكمات الجزائية خاصة بالنسبة للجزاء أو قانون المرافعات المدنية بالنسبة للقضاء المدني والأحوال الشخصية ثم يعني تضاف مواد متعلقة بها إلى قانون الإثبات إحنا قبل أن ننتقل إلى موضوعنا الأساس اللي هو قانون الإثبات حقيقة أكو يعني موضوع من زمان كثير يعني أنا واحد من اللي يعني فكرنا بهذا الموضوع ومن زملاء المهنة الآخرين أيضا اللي داولتوا إياهم في هذا الموضوع إحنا يعني هي مهنة المحامات تدفعنا أو تجعلنا في خضم يعني حتى إذا ريد ننقى بأنفسنا عن المشكلة فإحنا في خضم المشكلة يعني هو المحامي أصلا يدخل في مشكلة ليخرج منها يعني منتصرا لموكله بالأساليب القانونية يفترض أن يكون بالأساليب القانونية هو أصلا مكلف ببذل عناية لا تحقيق غاية وبالتالي يفترض أن لا يكون خصما لأحد ويفترض بالمجتمع أن يفهم هذا الموضوع مجتمعنا يفترض بأن يفهم أنه القاضي المحامي يطبقون القانون والمحامي ليس خصما لهم المحامي يبدو العناية اللازمة المفروضة عليها بموجب أحكام القانون باعتباره وكيل إذا ما بذل هذه العناية المطلوبة منه يحاسب أيضا يحاسب أمام القانون وأمام رب العالمين لأنه هي هذه أمانة فلذلك يفترض أنه النظر إلى مهنة المحامات بهذه الدرجة من الاحترام من قبل المجتمع الذي يحدث الآن في كثير من الأحوال التهديد يلحق المحامي أكثر مما يلحق الخصم وهذا دليل على التخلف على تخلف صارخ يعني وله ليس فقط المحامي متعرض إلى هذا الموضوع حتى المدرس، الطبيب، الأستاذ الجامعي يعني مع الأسف هو هذه الوضعية يفترض أن يعني يوضع لها حل مو فالدعوات يبدو أنه لا تلقى استجابة فيفترض أن يعني يضع لها الدولة تضع لها الحكومة تضع لها حل بالتحديد يعني الحل بالقوة يعني بالإلزام هذا الموضوع الذي أنا أريد أن أشير له ورحنا يعيد عنه هو يتعلق ببعض أحكام القانون المدني إحنا القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 يعني اللي أشوفه أنه حتى من رجال القانون والقضاء المختصين يعني أشوفهم يشعرون وكأنه هذا القانون يعني أستغفر الله هو مو بالضبط يعني هي شيء بس إنه وكأنه غير قابل للتعديل كما هو الكتب السماوية كما هي الكتب السماوية وهذا يعني أمر في غاية يعني مؤسف يعني في غاية الخطأ يفترض أنه هو حال حال القوانين الأخرى لما نجد بيعني عيوب نشير إليها الناس اللي وضعوا القانون المدني العراقي إحنا نعرفهم مع باقرة فقهاء على رأسهم العلامة السنهوري لكن مع ذلك القانون هذا صدر في عام 51 إحنا الآن في عام 2019 وهذه كافية وهذا الموضوع اللي يعني راح أتناوله حقيقة يعني من أكثر من 30 سنة تقريبا بدت الحاجة إلى الكلام فيه موضوع يتعلق بالمجتمع يتعلق بحقوق الناس يعني مو من مواضيع الساعة من مواضيع اللي اليوم المجتمع مثلا يعني برزت له مشاكل جديدة هو مو من المشاكل الجديدة هو من المشاكل القديمة التي لم تلقى حلا واليوم باعتبار أنه المجتمع يمر بمشاكل أخرى أصبح الضرر مضاعف ويعني بتنا يعني نرى أنه هذا الموضوع صارت له ضحايا ضحايا بالأرواح الموضوع على مود لا أروح يعني بالتفاصيل بعيدا عن التفاصيل هو موضوع إزالة الشيوع إزالة الشيوع تناول القانون المدني العراقي وماكو غير القانون المدني هو اللي يتعلق بهذا الموضوع إزالة الشيوع هنا عدنا بالمنقول وإحنا تناولنا أحكام القانون المدني في هذا البرنامج وأخذنا تقريبا سنة ونصف مع الاتصالات المشاهدين التي كانت أيضا في البرنامج كانت تأخذ وقت طويل من البرنامج إن شاء الله نعود لها في الحلقات المقبلة يعني أخذنا وقت جدا طويل في قراءة وتوضيح أحكام هذا القانون المهم القانون اللي هو قانون مهم في أي بلد بالعالم يعني في كل بلدان العالم القانون المدني هو صاحب الأهمية الأولى لأنه ينظم الحقوق والواجبات والالتزامات وكل ما يعني يعنى به القانون والحاق والعدالة ومبادئ العدالة والنظام العام وغيرها هذه الجزئية من القانون المدني اللي تتعلق هي جزء من الملكية طبعا الملكية الشائعة جزء من الملكية إزالة الشيوع بالملكية الشائعة هو جزء من الملكية الشائعة المواد بالتحديد من المادة 1070 إلى المادة 1079 هي هذه المواد اللي نجد أنه بحاجة إلى إعادة نظر من قبل المشرع اليوم خاصة ولو هي من زمان بحاجة إلى إعادة نظر لكن بعد أن اتفاقمت مشاكل المجتمع كبرت بشكل أكبر نوعا ما الرادع بالقانون بالحقوبات صار أضعف ولذلك نحن الآن نشوف جرائم ما تلنا نشوفها قبل وهذا يدل وجانب ليس كل الدلالة لكن جانب منه يدل على ضعف الرادع على ضعف الرادع وأنه يد الدولة لم تعد ويد القانون لم تعد كما كانت قوية وطويلة تصل إلى أبعد نقطة في البلاد نتمنى أن تعود كما كانت لكن نحن بينما تعود يفترض أيضا من ناحية الأكاديمية من ناحية العلمية من ناحية التشريع يفترض أن نضع الحلول التشريع أحيانا يغني عن السلطة التنفيذية السلطة التشريعية إذا قامت بتشريعات أو تعديلات ممكن أن تغني عن خطوات كثيرة السلطة التنفيذية أما ما قامت بها جهلا أو تقاعسا أو يعني لعدم إمكانيتها في ذلك ولذلك السلطة التشريعية واجب عظيم وهي السلطة الأولى في كل بلاد في البلدان الديمقراطية التي نحن من الدول الناشئة فيها اللي هي جديدة علينا الديمقراطية بشكلها الليبرالي يعني اللي يفترض أن تكون عليه قبل لا يعني أروح إلى المقترحات اللي إذا نتكلم عنها خلنا نقرأ المواد المواد اللي أشرنا إلها على وجه السرعة على ما نعرف بعدين شنو أهمية هذه المقترحات المادة 1070 تقول لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو شرط أما نص بالقانون أو شرط يعني إذا كانوا هم يعني وضعوا أو قاموا بتصرف قانوني أو اتفاق ووضعوا فيها في الاتفاق أو العقد نص أو شرط ولا يجوز بمقتضى الشرط أن تمنع حتى يعني حتى هذا هم قيدة يقول لا يجوز بمقتضى الشرط أن تمنع القسمة أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين يعني قسمة المال الشائع المفروض أنه هو دي حد يعني من سلطة الناس من سلطة الأشخاص اللي إحنا منقول العقد شريعة المتعاقدين دي حد من هذه الشريعة فيجعل أنه حتى لو اتفقوا اتفقوا على أن لا تكون هناك قسمة بالمال الشائع لمدة مثلا عشر سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة لا تصح إلا في خمسة يعني القانون محددها خمسة فقط فإذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة أطول أو مدة غير معينة فلا يكون الاتفاق معتبرا إلا لخمسة هذا اللي قلنا نذهب إلى فاصل ونأو عدنا بعد هذا الفاصل القصير المادة ألف وواحد وسبعين فيها عدد فقرات الفقرة واحد للشركاء إذا لم يكن بينهم محجورا محجور يعني يعني معناها أصبح عديم الأهلية فإلى أحكام أخرى نحن مو في معرضها أن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها وهذا شيء شيء جدا مناسب وسليم بس هنا إذا أكو محجور أو ماكو اتفاق فمعناها ما رح نوصل إلى قسمة رضائية هي القسمة الرضائية يعني تخلي الشركاء رأسهم بارد ومثل ما نقول يعني بالعامية وتخليهم يوصلون إلى اتفاق اللي يفيدهم كلهم لكن هذا مدى يتحقق إحنا على صعيد الواقع وإحنا أكثر من له صلب الواقع يعني كمحامين في هذا المجال أصحاب المشكلة مدى يوصلون إلى قسمة رضائية وهي صعبة القسمة الرضائية خاصة لما إحنا نتكلم عن دار سكن هي كل مساحتها ما تطلع لها ميتين متر أو ميت متر يعني شلون يقسمون شلون يصير القسمة الرضائية فمو عملية يعني هي بالكلام هناك ناس يعني حلوة وسهلة وهذه بس بالواقع العملية قديلة ممكنة في المساحات في العقارات الكبيرة طبعا نزالت الشيوع منقول وعقار يعني هذا الموضوع اللي إذا أتكلم به الآن واللي عندنا مقترحات عليه هو يتعلق بالعقار لا صلى لنا بالمنقول المنقول ما بي مشكلة أحكام القانون بالنسبة للمنقول يعني ما عليها غبار الموضوع يتعلق بالعقار و بالأخص يعني بالأخص العقار المتخذ للسكن ليس العقار التجاري أو المتخذ يعني لأغراض تجارية أو فندق أو بناية هي دار السكن خلنا نخصصها نقول دار السكن يعني من الموال الشائعة دار السكن أو الوحدة السكنية اثنين لا تتم القسمة الرضائية في العقار إلا بالتسجيل في دائرة الطابو طبعا اللي هي دائرة التسجيل العقاري هاي تسمية الطابو قديمة ثلاثة لدائني كل شريك أن يطعنوا بالقسمة إذا كان فيها غش أضر بهم هذا الشريك يجوز عندناس تطلبه فهذا يعني قد يكون هذا التصرف بالمهايئة أو بالقسمة الرضائية أو بغيرها يعني يلحق ذر بهم من حقهم أن يعترضون هذا أمرهم طبيعي جدا القانون المدني يضمن حقوق الناس كافة أو الأشخاص كافة المادة 1072 تنص أنه إذا لم يتفق الشركاء على القسمة أو كان بينهم محجور فالشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة الصلح لإزالته الصلح كانت قبل موجودة هذه المحكمة هي محكمة البداءة الآن اثنيا فإذا تبين للمحكمة أن المشاع قابل للقسمة قررت إجراءها طبعا يعني 99% والتسعة وتسعين بالعشرة من العقارات المتخذة لأغراض السكن غير قابلة للقسمة يعني هاي الفقرة اثنيا ممكن تكون في مجالات أخرى يعني في المنقول في العقارات التجارية في الأراضي الزراعية ولو هم صعبوا بس ممكنة أما للسكن للسكن وبعقار خاصة كل ما قلت مساحته كل ما صار غير قابل للقسمة وهو حتى العقار السكني حتى لو كان كبير المساحة أيضا غير قابل للقسمة لأنه الجبهة تختلف عن الخلف اليمين يختلف عن اليسار والقسمة تفترض أنه حقوق متساوية وهذا ما الحقوق المتساوية غير ممكنة ثلاثة فإذا كان المشاع عقارا تمسح الأرض وتفرز الحصص على أساس يعني حقيقة أنا ما لدي تطول بالقراءة بس هذي كلها خطوات الغرض من عدها الإعداد إلى قرار حكم يصدر من المحكمة بإزالة الشيوع أربعة إذا كان المشاع منقولا يفرز إلى حصص متعادلة طبعا هي هاي الطرق سليمة جدا يعني هي تضمن الحق والعدالة بحيث نصل إلى إزالة الشيوع مع الاحتفاظ لكل الذي حق بحقه المادة ألف وثلاثة وسبعين بالفقرة واحد منها نقول إذا تبين للمحكمة إن المشاع غير قابل للقسمة أصدرت حكما ببيعه وهي هنا المشكلة يعني بالبيع يعني إزالة الشيوع بالبيع في هذه الحالة فقرة أثنيا تقول في هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعية أو أحد الشركاء بدل المثل بمعرفة أهل الخبرة وطبعا ما هذا على موت تعلن عنه بالصحف وثلاثين يوم من تاريخ الإعلان عنه تجري المزايدة ويباع يعني هنا حتى لو نجي إلى نصوص القانون إحنا نشوف يعني هو هذا طبعا قانوننا والقانون المدني المصري هو يعني المؤلف إلى هنا واحد وبالتالي يتفقن في هذه الأحكام كلها وفي أغلب الأحكام بالقانون المدني القانون المدني المصري قبل قانوننا قانوننا إجا بعده يعني يفترض أنه إذا أكو تعديلات وإذا كان القانون السليمي يكون القانون العراقي لأنه هو اللي صدر بعدين يعني العلامة السنهوري في حينه بعد أن صدر القانون المصري شاف أنه أكو ملاحظات عليه الملاحظات المفروض يكون تداركها بالقانون العراقي بعد هنا بهذه الشغلة بالعكس يعني ما صار تدارك إلها يعني بالقانون المدني المصري أولا من يصدر الحكم بإزالة الشيوع يصير الإزالة بين الشركاء بين الشركاء نفسهم وإذا لم تتم المزايدة يعني إذا لم تصل المزايدة ولم ترسوا على أحد فينتقلون إلى الغير إلى الآخرين وصير الدعوة والإنذار والإعلان اللي يسبق البيع بالمحكمة بالمزاد يعني يصير دعوة أخرى وبالتالي هنا يعني المشرع المصري سأحقق أفضلية يعني في حين هنا القانون المدني العراقي يجب بعده المفروض هو يأخذ بهذا الموضوع هو موجود هنا بس ما موجود بصورة بصورة يعني مثل ما يقول معلنة واضحة بحيث أنه هنا الآن يصدر قرار الحكم بإزالة الشيوع من المحكمة يكتسب الدرجة القطعية بعد 45 يوم من اكتساب الدرجة القطعية أي واحد من الشركاء يروح يطلب اتخاذ إجراءات وضع اليد تبدأ المحكمة أو مديرية التنفيذ بإجراءات وضع اليد تكشف على العقار تعلن عنها بالصحف يتحدد موعد للمزايدة بالمزايدة يجون الشركاء وغير الشركاء كلهم يشتركون وماكو أفضلية للشريك الوريث المشترك بالمزايدة على غيره إلا في شغلة وحدة إنه ما مطلوب يودع 10% من القيمة المقدرة لأنه هو شريك هو إلى حصة بالعقار اللي يدين باع مو تكريما إلى يعني بس لأنه هو يعني ما رح يروح بعيد هو إلى حصة ممكن التنفيذ عليها إذا أخطأ وإذا صار علي حق فماكو يعني ماكو أفضلية مثل ما في القانون المصري على الأقل إذا مو بالنصف بالتطبيق ماكو أفضلية للشركاء وهذا خطأ الشركاء سواء كانوا أجانب عن بعضهم أجانب مو معناها يعني مو عراقيين أجانب معناها مو أخوة أو أخوات أو ورثة يعني مو ورثة شركاء مو ورثة الشركاء الورثة شكل وغير الورثة شكل حسنا للورثة ما محققين لهم هذا هذا الموضوع ما محققين لهم أفضلية على غيرهم وهذا خطأ يعني أنا ذكر أستاذي بالقانون المدني في الماجستير بكلية القانون سأني قال لي يعدكم بالمحاكم هو يغرف عن محامي وأحد طلابه وكل التقدير والاحترام إليه ورئيس القسم هو في حينها في كلية القانون جامعة بغداد يعني أستاذ علامة بالقانون استغرب من موضوع من موضوع من موضوع أنه من إزالة الشيوع أنه واحد ممكن عنده عشر سهام من ألف سهم ويجعل العقار بدعوة يرفعها أمام محكمة البداءة يقيمها أمام محكمة البداءة يجعل العقار يعني يكون في إزالة الشيوع ويصدر حكم بإزالة الشيوع يعني قال قال يعني هسه بالقضاء أنتوهي شي يعني يعني شريك هذا أبو عشر سهام ممكن أنه يلزم جميع الشركاء الباقين واللي هو ما عنده إلا عشرة من ألف سهم يلزم الآخرين كلهم بالمزايدة وإزالة الشيوع فلما قلت لنا يعني استغرب من هذا الموضوع وهو فعلا هذا الموضوع ما بيعدالة يعني يعني نجده أنه فيه خطأ ولذلك إحنا وين نروح هو القاضي ما ده يصدر القرار بتقديره هاي المواد تحكمه مواد قانون المدني ولذلك أنا أتكلم عن هذه المواد وأتمنى أنه يعني المختصين يفكرون بها ثم يحيلوا الأمر إلى السلطة التشريعية يعني ويضعوا أمامها مسودة قانون للوصول إلى التعديل المناسب إذا لم يقبل المدعي بالبيع هذه المادة ألف وأربعة وسبعين إذا كان المشاعر عيانا منقولة متعددة وكان متحد الجنس يزال الشيوع فيها بقسمة القسمة الجمع هذا موضوع يتعلق بشلون تصير القسمة مو هو الهم بالموضوع جهة الإفراز أيضا مو هذه اللي إحنا دعنا نتكلم عنها يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استقاق هاي حقوق طبيعية ألف وسبعة وسبعين يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا ثبت أن أحد المتقاسمين هذا يتكلم عن القسمة بالتراضي يجوز الاتفاق بين الشركاء على قسمة المال الشائع مهايئة أسأ هاي المهايئة يعني حل جدا مناسب لكن مدى يحدث لأنهم مواقعية هذا يفترض أيضا إعادة النظر فيها وجعلها أكثر واقعية من أجل أنه تستفاد من عندها الناس في يعني الاستفادة من المال الشائع تخضع المهايئة إلى من حيث الأهلية أهلية المتهايئين وحقوق ملتزاماتهم لأحكام عقد الإيجار يعني هذه القراءة في هذه المواد التي تحتاج إلى التعديل نذهب إلى فاصل ونذهب إلى المقترحات عدنا بعد هذا الفاصل القصير بعد أن قرأنا هذه المواد ولو على شكل سريع مقترحاتنا يعني تتعلق في ضرورة التعديل بالمواد ألف وسبعين واحد وسبعين ثانية وسبعين ثلاثة وسبعين ثمانية وسبعين تسعة وسبعين يعني أحنا نعرف يعني المختصين بالقانون يعرفون واللي يعملون به وحتى المتتبعين والقراء له يعلمون أن الاتجاه اتجاه المشرع العراقي يعني اتجاه واضع القانون المدني العراقي ليس المشرع العراقي الحالي إنما هو القانون الموضوع إنه يعتبر الملكية الشائعة جالبة للخلاف وجالبة للمشاكل ويسعى يسعى من خلال التشريعات إلى إنهاء الملكية الشائعة وجعلها يعني مستقلة لكل مالك يعني وبالتالي إزالة الشيوع هذا واضح يعني من خلال الأحكام اللي موجودة سواء هذه اللي تتكلم عن الإزالة وحتى في الملكية الشائعة كامل الملكية الشائعة يعني أيضا واضح الأمر إنه المشرع يعتبر الملكية الشائعة ملكية جالبة للخلاف يهدف إلى تصفيتها بطريق الإزالة بطريق القسمة القسمة فإذا لم تكن القسمة ممكنة فبإزالة الشيوع بيعا فبالبيع وهسا هي إذا بالقسمة يعني هم سهلة هما بها أضرار بس بالبيع بالبيع مو كل الأطراف رح يكونون يعني مرتاحين بالبيع ولا كل الأطراف رح يكون يكونون مستفيدين يعني إذا أكو شخص مستفيد فهو ما مستفيد يعني لو تجي للواقع ما مستفيد بالدرجة المطلوبة لكنه مستفيد أكثر من غيره والقانون ما أعرف ليش عنده هيش اتجاه يعني ليش الملكية الشائعة ما محبدة ويحاول القانون تصفيتها هي الملكية شائعة يعني إذا نجي للحقيقة هي تجمع المالكين يعني ملكية خلنا نقول جمعية يعني في الدول الاشتراكية أصلا الملكية العامة هي ملك الكل هسا إحنا ما نريد نروح للاشتراكية والرئيس مالية وغيرها ما أننا علاقة هذا قانون مدني بس هنا بالملكية خاصة ملكية الورثة الشركاء الورثة ليش ما نحافظ عليها يعني ليش القانون ما يحافظ عليها الملكية الشائعة بين الورثة اللي هما قد يكونوا أب وأم وأولاد أو أخوة وأخوات يعني بالعكس تجمعهم تجمعهم هاي الملكية تجمعهم ما تفرقهم يعني إحنا من نمطيهم حق الإزالة إزالة الشيوع وغصبا وبالقانون يعني معناها نقطع الصلة بيناتهم نقطع الصلة وهذا ما يحدث في الواقع يعني أنا من ذات كلم عن هذا الموضوع هي مو مجرد يعني بدون سبب يعني بدون مشاكل إحنا وكل رجال القضاء كل أساتذة القضاءة الأفاضل الزملاء المحامين بالمهنة يعرفون جد أكو مشاكل بين الناس بنتيجة موضوع عزالة الشيوع والأملاك والملكية الشائعة وما إلى ذلك يعرفون إنه جد أكو عوائل تدمرت نتيجة هذه الدعاوة إحنا أصلا نذهب إلى المحاكم بالدعاوة موكلين وكلاء عن الغير حتى إحنا نشمل في هذه المشاكل وموكلين بينهم يتنازعون ويتشاجرون ويتضاربون أيضا في المحاكم في سوح القضاء وخارج سوح القضاء وبعضهم يروحون ضحايا يعني يقتلون يعني يعني تصل إلى حد القتل يعني هذا الموضوع هذه دعوة إزالة شيوع عقار للسكن بشكل خاص تسببت يعني لو نريد نحسب إحنا دائما ما نهتم بالإحصائيات وهذا خطأ كبير كبير جدا يعني ما نهتم بالإحصائيات وهذا موضوع يعني المفروض مجلس القضاء الأعلى يوجه المحاكم في كل سنة المفروض عندهم إحصائيات في كل الدعاوة حسب الأسباب حسب الأسباب التي دعت للحكم يعني سند الحكم المفروض يعني على الأقل جهات الدولة ممكن أن تستفيد الحكومة ممكن أن تستفيد السلطة التشريعية ممكن أن تستفيد من هذه الإحصائيات خلنحسب أنه يعني مثلا الطلاق شنو أسبابه وفقية مادي صار الطلاق ليش صار الطلاق بالنسبة لإزالة الشيوع شنو اللي خلفتها من مشاكل صارت يعني قتول صارت اعتداءات صارت مشاجرات بسبب هدولة يعني هاي كلها المفروض تصير بها عصاءات على مدل يستخدمها المشرع في الوصول إلى الحلول فهذا موضوع عزالة الشيوع صارت بمشاكل كبيرة وكثيرة جدا يعني بحيث أنهم مو قليلة يعني بحيث مشاكل يفترض أن تدفعنا إلى النظر فيه عادة النظر فيه والتعديل يعني مو مشاكل قليلة مشاكل سوح المحاكم شهدتها باستمرار حتى من السبعينات يعني مو موفي ظل المجتمع بوضعها الحالية حتى من قبل يعني السبعينات ما كانت بهذه الصورة لا يعني كانت أفضل بكثير يعني التسعينات خاصة فما فوق ولذلك حتى صدر قرار من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل أحكام إزالة الشيوع عطلها من أجل الزوجة فقال أنه الزوجة من حقها إذا رفضت الإزالة حتى لو كانوا كل شركاء الباقيين مع إزالة الشيوع يكون مانع يعني رفض الزوجة لإزالة الشيوع في دار السكن اللي هي تسكن بيه وعطاها القرار قرار مجلس الثورة أعطاها دار واحد إذا كان المورث عدة دور له فأعطاها الحق في منع الإزالة في دار واحد زياد الزوجة قامت تمنع الإزالة زوجة المورث إلى أن تموت لما تموت لكن الوقت ينتهي الموضوع يصير ماكو سبب للمنع وصير ممكن الإزالة يعني يعني إحنا بهذا القرار من أجل الزوجة وطبعا لمجلس الثورة بوقتها هو مو راد يعدل القانون للأسباب التي ندعو إلها هو راد يطحق للمرأة بشكل عام وللزوجة بشكل خاص يعني هذا ضمن حقوق المرأة ضمن حقوق الزوجة وهذا الموضوع يعود إلى الثمانينات ونوعا ما يعني القرار أفاد من ناحية أنه منع منع أن تكون هناك زوجة توفي زوجها وتشردت لم يعد لها مكان يقويها وهذا أمر أمر يعني يضع حل على الأقل وضع حل لأنه الإزالة بالقانون ما ممنوعة فقدر أن يتلافع هذا القرار بموجب قدرنا أن نتلافع هذا الخلل فإذا إحنا بقرار لمنتسقيات الثورة موضوع ما لا علاقة بالقانون المدني بحقوق المرأة قدرنا نضع حل ليش ما نفكر بحل ليش ما نفكر بحل بالقانون المدني يعني كأن تكون إزالة الشيوع بشروط يعني لازم نحسب لازم نحسب أنه الشريك إذا يطلب الإزالة إش قد تمثل سهامه من مجموع السهام خل ننطي مثلا إذا كانوا الشركاء إذا كانوا المدعين على سبيل المثال سهامهم تزيد على 51% من السهام نذهب إلى إزالة الشيوع حتى لو بيعا وتوزيع صافي البدل بين الشركاء أقل من 51% يكون ذلك مانع من إزالة الشيوع هذا طريق نجد نتلافع به هذا الموضوع طرق أخرى عديدة ممكن أن نصل بها إلى التعديل الاتجاه يعني مبررات أيضا في المنقول لا نجد له مبررات في المنقول ممكن بالعكس يعني هو المنقول إذا كان ملكية شائعة الأصرف بيعا حتى السيارة المركبة التي تسجل في مديرية المرور العامة ممكن بيعها لا يمثل مشكلة وبالعكس يعني يوفر حل لأنه بقاءها على الشيوع أيضا لا يوفر يعني حقوق متساوية للجميع المشكلة عندنا بالعقار وخصا يعني بخصوصا هو عقار السكن المتخذ لأغراض السكن هسا العمارة البناية الفندق الأرض الزراعية هذه كلها لا بأس بيها يعني أنه نبقى على أحكام القانون بالإزالة ويزال الشيوع بالعقار بيعا وتوزيع صاف الثمن أو صاف البدل بين الشركاء لكن في العقار يفترض أن نعامله في عقار السكن يعني يفترض أن نعامله معاملة خاصة حتى الشفعة حتى حق الشفعة اللي هو المشرع أيضا يعني اختصر يعني احنا بالشريعة الإسلامية الشفعة أكبر مما هي عليه الآن في القانون المدني أيضا قرار لمجلس قياة الثورة حد من الشفعة الشفعة كانت حتى في الأمور التجارية في الأراضي الزراعية يعني في الحقوق القصد الأموال سواء المنقولة كانت وغير المنقولة وأصبحت يعني في العقار خاصة خصصة وفي اللي متخذ لأراض السكن الآن يعني الشفعة صارت في أضيق الحدود فقط في عقار السكن اللي متخذ لأراض السكن يصير شفعة والمواد هنا مواد قانون المدني في موضوع إزالة الشيوع حتى الشفعة ما تفيد بها حتى الشفعة لأنهم من موانع الأخذ بالشفعة أن يكون العقار قد بيع بالمزايدة العلنية يقول لك لأنه يا من تريد الشفعة أنت بإمكانك أن تذهب وتشترك بالمزايدة العلنية وتشتري أنت لأجدت يعني ترفع دعوات شفعة وبعدين الشفعة هي حقيقة ما توفر ذاك الحل الكبير يعني يعني الشفعة ما تعالد شي الشفعة معناها باختصار يعني ولو أحكامها أيضا متعددة لكن هي باختصار أنه أنا أبيع أبيع عقار وعقار سكن لشخص آخر فيجي اللي إلى حق الشفعة سواء من أشقائي أو من اللي يعطاهم القانون الحق يجي وينذرني وبالتالي أنه إذا أنا ما استجبت لطلبة وبعت إلى فيروح يقيم علي دعوة وهم بها مدد وبها شكلية وبها يعني موسى لا يعني يفترض أنه اللي يريد يصير شفيع ويأخذ حق الشفعة أنه يلجأ بها بعض الأمور ومستحيل يتمر على باله يعني مدد وشروط ثي يلجأ إلى القضاء يقيم دعوة الشفعة وبالتالي اللي راح يصير شنو تنتقل الملكية من حتى لو منقول بسجل التسجيل العقاري تنتقل الملكية من اللي بعتله إلى الشريك اللي يريد يصير شفيع للشفيع يعني للي صار شفيع اللي صدر لحكم بالشفعة حتى موضوع الشفعة أحكام الإزالة اللي نتكلم عنها ونطلب تعديلها موقفته فلذلك يعني أحكام قاسية أحكام إزالة الشوع بالنسبة للعقار المتخذ لأغراض السكن قاسية جدا يفترض إعادة النظر فيها أنا تكلمت عن بعض النقاط اللي أمثبتها يعني أنا أقول أنه قلة الواقع الاجتماعي المعروضة أمام القضاء ما حدثت من مشاكل لا تحصى يعني لا تعد ولا تحصى في هذا الموضوع هي يعني مما يلزمنا بالنظر في هذا الموضوع يعني أيضا القانون المدني أؤكد هو ليس كتاب سماوي هو قانون وضعه وضعه البشر ممكن يعدلوا البشر وعدنا من الفقهاء وعلماء القانون في كليات القانون سواء في جامعة بغداد أو المستنصرية أو باقية جامعات الحكومية لدينا الكثير من من يمكن أن يغنون الموضوع ويوفرون الحلول ويقدر مجلس النواب الموقر يعتمد عليهم في هذا الموضوع أيضا موضوع أنه نشرت إلى موضوع القرار الذي منح للزوجة يعني هذا هذا كل الذي نشرت إلى كل الأمور التي ثبتها هناك فنتمنى نتمنى يعني من السلطة التشريعية الموقرة أن يعني تلجأ إلى المختصين وتحاول أن يعني تستشف آراءهم وتنظر في موضوع التعديلات للمواد اللي خاصة بإزالة الشيوع عموما بالقانون المدني العراقي اللي قلنا هي من 1070 إلى من مادة 1070 إلى مادة 1079 أعود إلى موضوع البحث اللي نبحث به بالبرنامج خلال الحلقات الـ 22 هاي هي الحلقة الثانية والعشرين الفصل الخامس اللي جاء تحت عنوان القراء وحجية الأحكام الفرع الأول من عنده تحت عنوان القراء القانونية نحن نتكلم عن أدلة معناها القراء القانونية ممكن أن تصلح دليل حسنا نقول القراء القانونية نحن نتكلم عن أدلة إثبات إذن معناها أنه المشرع يعتبر القرينة القانونية دليل للإثبات يعني هي لوحدها أكو دليل آخر يعززها هذا القاضي هو اللي قرر القاضي المعروض أمام النزاع هو اللي قرر صح وفقا لأحكام القانون بس عنده سلطة تقديرية أيضا المادة 98 بالفقرة أولا منها تنص أنه القرينة القانونية هي استنباط المشرع أمرا غير ثابت أمر غير ثابت من أمر ثابت أمر غير ثابت بالقانون معناها من أمر ثابت أمر ثابت بالقانون أيضا أو بالواقع يعني بالوقاع المادية أو القضائية بالوقاع التي تجري أمام القضاء يعني بحيث القرينة القانونية تعتمد على القانون على التشريعات وعلى الواقع ما يقابلها من الواقع التي تنطبق عليها ثانيا القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الإثبات يعني إذا القاضي وجد دليلة يعني قرينة عفو قانونية يعني معناها بعد ما رح يحتاجها سانة قبل شوية قلت أنه هي الواحدها أو أدلة معاها لا القرينة القانونية إذا وجدها القاضي فهو مو بحاجة أن يبحث عن دليل آخر ممكن أن يصدر الحكم بالاستناد إليها وبالتالي هذا يعني شيء كبير يعني معناها القرينة القانونية ليست بالقليلة بالقليلة الأهمية حال حال أدلة الإثبات اللي أتكلمنا عنها هي موجودة لو مو موجودة هذه بحسب القانون وبحسب الواقع وبحسب موضوع الدعوة واللي يصل إليها طبعا هو القاضي ومن حق طبعا الأطراف أن يعني يوضحون للقاضي وجود هذه القرينة خاصة إذا كانوا موكلين يعني موكلين يعني من المحامين اللي هم مختصين بهذا الموضوع الأمر سيكون فيه مصلحة للقضاء أيضا المادة تسعة وتسعين بالفقرة أولا منها تنص أنه يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته نعتبر وجود قرينة لازم نضيف الموجود بالقانون للحادث للواقع المادية التي تكلمنا عنها من الريد نضيف لازم نضيف القانون إلى الحادث الأقرب لوقت الحكم لوقت الدعوة لا نذهب بعيدا يعني في الموضوع لا نذهب بعيدا كي نستند كي نعتبر هذه القرينة القانونية متوفرة من عدمه يفترض أن ننظر إلى الحادث الأقرب للدعوة يعني بالأقرب من ناحية التاريخ من ناحية زمن وقوع ثانيا الأصل بقى ما كان على ما كان والأصل في الصفات العارضة العدم يعني هو نقول الأصل يعني هو أكو أصل وأكو استثناء الأصل هو الثابت والعارض يعني هو استثناء هنا بمعناه يعني نحن دريد نقارن نحن دريد معناها نصل إلى قرينة قانونية فيفترض بالقاضي كي يصل إلى هذه القرينة أن يعني يستند إلى هذه الأحكام أنه الأصل هو بقاء ما كان عليه الواقع يعني بحسب أحكام القانون والصفات العارضة هي عدم هي تذهب يعني من اسمها عارضة يعني غير مستمرة يعني الحق موضوع الدعوة اليوم إذا ممكن يتغير بين سنة وسنتها ممكن مثلا أن يكون زرع مزرعات ممكن أن يكون مواد قابلة للتلف ممكن أن يكون يعني محددة بعمر فهنا إحنا لما نريد أن نصدر حكم يبنى على هذه يعني نستنتج من الواقع قرينة قانونية المفروض نحسب هذا الواقع إلى أقرب وقت للدعوة أو لللي يشرع بها أو يعني يصدر بها القاضي قرار هذا هو القصد ثالثا ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ولذلك إحنا عدنا أيضا ما يعرف بالاستقرار القضائي يعني ما استقر عليه القضاء وهذا طبعا يجي من القرارات التمييزية وهذا يعني الاستقرار القضائي شيء مطلوب أكو بعض الدول أصلا الاستقرار القضائي هو يعتبر من يعني من مصادر القانون يعني مثلا في بريطانيا اللي للأعراف والسوابق القضائية هي الأساس في قانونها تعتبر الأحكام السابقة هي الأساس وتقيس أحكام الدعاوة الجديدة عليها بناء عليها وفي كل المجالات مو مو فقط في الحقوق المدنية حتى في الجزاء فلذلك يعني هذا أيضا الأمر له بالنسبة للقرينة القانونية له أهمية المادة هاي المادة كانت تسعة وتسعين المادة تنص أنه يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك يعني ذلك إذا توصلنا إلى قرينة قانونية وظهر دليل عكسها ودليل من أدلة الإثبات التي تكلمنا عنها التي لحد الآن هي الأدلة التحريرية رسمية وغير رسمية يعني عادية والإقرار والاستجواب والشهادة إذا واحد من ذني الأدلة عكس القرينة متوفر وهو عكس القرينة القانونية فمعناها هنا ما إله أهمية آخر مادة بهذا الفصل هي المادة 101 اللي تقول يجوز قبول الإقرار واليمين في نقض القرينة القانونية التي لا تقبل إثبات العكس في الأمور التي لا تتعلق بالنظام العام هنا ذني الإقرار يعني واليمين هنا أيضا من أدلة الإثبات ممكن أن يدحضن القرينة القانونية إلا فيما يتعلق بالنظام العام إحنا توقفنا عند المادة 101 الحلقة المقبلة إن شاء الله يعني نعاود البحث بالقرائن القضائية حتى ألقاكم الأسبوع المقبل أترككم بحفظ الله ورعايته تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج شكراً للمشاهدة 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 شكراً للمشاهدة